ترأس وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وفدى مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية وحضور الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان الخليفة والوكيل المساعد لتنمية الصناعة الدكتور خالد فهد العلوي وذلك بمقر الأمان العام بالرياض وقد تناول الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله والتي من بينها تعزيز العمل الخليجي المشترك صحيا لتكامل التجارة بين الدول الأعضاء وستعرضت أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري في مجلات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتجارة الداخلية والخارجية والتجارة الإلكترونية على وتناء على حماية المستهلك بالإضافة إلى موضوعات أخرى ذات الاهتمام المشترك وفي إطار انعقاد الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري المقام في المملكة العربية السعودية شارك وزير الصناعة والتجارة في أعمال الاجتماع الذي عقد بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة أعضاء لجنة التعاون التجاري مع وزيرة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة السيدة أنماري تريفالين بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض حيث جرى خلال الاجتماع التوقيع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على البيان المشترك لانطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة